بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المنسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس جديد ومهارة جديدة في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم رح يكون رمي الكرة تجاه الهدف في كرة اليد في الدرس رقم 4 قوانين التعلم عن بعد نعرف أنه للتعلم عن بعض قوانين كثيرة نختصرها دائما أنه نجهز كتبنا وأدواتنا اللي نحتاجها قبل الدرس نستمع إلى الدرس بكل تركيز ونتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة فعد مارسة النشاط الرياضي ترفع مستوى لياقتك البدنية وتحسن صحة عقلك ومزاجك كما تحافظ على وزنك الصحي المناسب وتقيك من أمراض عدة كهلة السمنة والسكري وأمراض قلبك فان الله وإياكم شرها وتخليك قادر على ممارسة جميع الأنشطة خصوصا الرياضية يا بطل رسالة إلى أولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم بلنا نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة دائما نقرن الرياضة بالسلوكيات السليمة في الحياة يا أبطال مثل النوم المبكر مثل تناول الغذاء الصحي المناسب في المنزل أيضا شرب كميات كافية من المياه أيضا ابتعاد عن عادات الغذائية السيئة مثل تناول مشروبات الغازية والمشروبات الغنية أيضا بالسكريات أو السكريات نفسها يا أبطال كما أيضا بعد نمارس الأنشطة الرياضية حتى نعيش حياة صحية وسعيدة دائما يا أبطال جاهزين ممارسة الأنشطة الرياضية على القدمين قف نتأكد أن المكان آمن ولابسين الزي الرياضي المناسب أول تمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الثاني عن طريق النزول للجذع ومحاولة الوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له بشرط ألا تثني الركبتين يا بطل نبدأ بالقدم اليمين نمده بالشكل هذا الركبة تكون ممدودة نثني الجذع حتى أقصى قدر تستطيع الوصول له جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الثاني التمرين الأدين يتو يختم العضلة الخلفية للفخط يا أبطال التمرين الثالث سيكون للعضلة الأمامية أكيد يطال العضلة الأمامية من خلال سحب القدم اليد اليمين مع القدم اليمين واليد اليسار مع القدم اليسار نبدأ بالقدم اليمين واليد الأخرى تستند على حائط حتى لا تفقد التوازن وتسقط جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر قدم الأخرى أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال مارسنا ثلاث تمارين جدا بسيطة في مكان جدا بسيط معناتها لا يوجد لديك عذر لعدم ممارسة الرياضة يجب عليك ممارسة الرياضة طوال اليوم يا بطل لا يوجد لديك عذر لعدم ممارسة الرياضة تستطيع حفظ أكبر عدد من التمرين من خلال الحصص السابقة والحصص الحالية والقادمة وبعد كذا إذا لم يتوفر لديك نشاط رياضي خارجي أد التمرين الرياضية البسيطة في المنزل على الأقل لمدة خمس أيام في الأسبوع مع اتباع السلوكيات الغذائية السريمة وأيضا السلوكيات الصحية السريمة وكذا تعيش حياة صحية سعيدة بإذن الله خلونا نشوف ترسلنا لهذا اليوم ماذا تعرف عن كرة اليد؟ هي لعبة جماعية يبلغ عدد لاعبيها سبع لاعبيين ويفوز الفريق الذي يسجل أكبر عددا من النقاط تعريف دائما لكرة اليد هذه كرة اليد أبطال أكيد أصبح لدينا تصور عن أشكال الكور فكرة القدم تلعب بالقدم وكرة اليد تلعب باليد كرة السلة تلعب باليد مع اختلاف حجم أكيد الكرة وأيضا كرة الطائرة تلعب باليد ولكن من خلال ضربها وليس حملها وعرفنا أهم قانون في كرة اليد أنه اللاعبين أو لا تبدأ المباراة إلا وجود سبع لاعبين وكل فريق منهم حارس مرمى واحد مع ست لاعبين يا أبطال يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عددا من النقاط خلال شوطين مباراة البالغ وقتها ثلاثين دقيقة لكل شوط أيضا من المهارات الأساسية يجب عليك تعلم المشي أكيد بالكرة وكيفية المشي الصحيح بالكرة كما يجب عليك أيضا تعلم التصويب والتمنير وكل درس إن شاء الله سنأخذ بشكل مستقل يا أبطال نشوف درسنا لهذا اليوم أشكال التصويب في كرة اليد التصويب في كرة اليد عدة أشكال أولا الرمية الجزائية وسبق وأخذناها وأيضا الرمية الحرة من فوق حائط الصد وسبق وأخذناها وتصويب الكرة من فوق الرأس مع الارتكاز وأكيد التصويب السلمية من المشي ومن الجري وهذا درسنا لهذا اليوم وفي الدرس القادم التصويب الكرباجي من مستوى الحوض أو الركبة التصويب السلمية من المشي بعد استقبال الكرة الجري ثلاث خطوات من أجل إعطاء الجسم زخما للوث معناتها مجرد ما تأتيني الكرة من الزميل وأستلمها أمشي ثلاث خطوات بالكرة لا يجوز أكيد أنك تمشي أكثر من ذلك قانونيا تسحب الكرة وتعطى الفريق الآخر المشي بالكرة يكون من خلال التنطيط أو الجري ثلاث خطوات الجري ثلاث خطوات أو المشي ثلاث خطوات سواء كنت أدي المهارة من المشي أو الجري سنأخذ لاحقا في حصة اليومي أبطال أنه يعطيك زخم يعطيك قوة أيضا للوثب عاليا حتى تصوب بأكبر قوة ممكنة فأداء المهارة بشكل صحيح نستقبل الكرة بشكل صحيح بعد ذلك ثلاث خطوات استعدادا للوثب الخطوة الثانية أداء خطوة ثالثة قطرية طويلة مع وضع القدم على الأرض وثني مفصل الركبة من أجل مساعدة في تغيير الزخم الأمامي إلى أعلى معناتها الخطوة الثالثة يا أبطال تكون أطول خطوة سواء تقفز على اليسار أو على اليمين تكون الخطوة بالقدم التي ستقفز فيها حتى تكون تعطيك قوة أكبر مع ثني الركبة استعدادا للوثب لأعلى يا أبطال رفع اليد المعاكسة قليلا أمام الجسم من أجل الحفاظ على التوازن مع دوران الكتف بشكل متعامد مع المرمى معناتها اليد إذا أنا أمسك الكرة باليد اليمين وأصوب باليد اليمين اليد الحرة هي اليد اليسار وأكيد العكسة ما أصوب باليسار اليد الحرة ستكون اليمين فهنا كرة على اليمين ستكون اليد الحرة هنا حتى تحفظ توازن الجسم والكتف يكون مواجهة أكيد لمرمى الفريق المنافس أربع اليد المصوبة خلفا مع المحافظة على وضع الكرة فوق الرأس التي تبقى مع تركيز العينين على المرمى والحارس دائما لحظة التصويب من أخطاء الشاعع أكيد عند المبتدئين في كرة اليد أنه دائما ينظر للكرة أو ينظر إلى الأسفل دائما النظر يكون اتجاه المرمى والحارس لف المرمى غالبا حراس المرمى في كرة اليد يغطون المرمى اللي حجمه جدا صغير يا أبطال فأنا أحتاج أن أدي المهارة بشكل صحيح من خلال استلام الكرة والوثب ثلاث خطوات اليد الحرة أمام الجسم لتحفظ التوازن واليد اللي راح تصوب راح تدور خلف الرأس والكرة فوق الرأس لماذا؟ حتى تخرج الكرة من يدك بأقصى قوة تستطيع تصويب الكرة اتجاه المرمى لتسجيل النقاط أو الأهداف مرجحة الذراع غير المصوبة خلفا وإدارة الكتف لمواجهة المرمى مع تحريك الذراع الرامي أماما باديا بالمرفق وساحبا بسرعة بالرسخ معناتها أنه نفس ما بكرني يا أبطال اليد الأمامية اللي تحفظ التوازن راح تعود للخلف لأن اليد الأمامية اللي راح تمسك الكرة أكيد أنه راح يتم التصويب يقول من مفصل رسخ اليد هذا مفصل رسخ اليد يا أبطال يتم التصويب من خلال ثاني مفصل رسخ اليد والتصويب بأقصى قوة اتجاه المكان الفارغ في المرمى يا أبطال في لحظة انطلاق الكرة يتم انحناء وسط الجسم للمساعدة على إنتاج أكبر قدر من الطاقة مع الاستمرار في حركة المتابعة وملاحظة عدم الهبوط على الرجل الواثبة معلاتها يا أبطال المتابعة بعد التصويب هي خروج الكرة من اليد المتابعة بنزول اليد إلى الأسفل أيضا أثناء الهبوط يكون الجسم للأعلى أثناء الهبوط دائما تجنب عدم الهبوط على القدم اللي وثبت عليها فلو وثبت باليسار تهبط على القدم اليمين لماذا يا أبطال؟ حتى تتجنب الوقوع في الإصابات حتى يكون توازن الجسم أسرع لأنه لو الكرة لم تسجل أكيد أنك رح ترجع لحالة الدفاع أو لحالة استرجاع الكرة يا أبطال نشوف نموذج ماشي ثلاث خطوات ثم الوثب نشوف آخر خطوة كيف أخذ خطوة واسعة جدا ومن ثم القفص والتصويب نشوف خطوة خطوتين وبعد ذلك التصويب في المرمى نشوف حجم المرمى كيف صغير مقارنة أكيد في مرمى كرة القدم نشوف كيف تركيز ووضع الكرة في المكان المناسب التصويب السلمية من الجري من الجري باتجاه المرمى مع تنطيط الكرة عند الاقتراب من منطقة المرمى مسك الكرة وأخذ خطوة طويلة ثم الطيران ثلاثة التصويب نحو إحدى زوايا المرمى وأن تكون الكرة باتجاه الجزء السفلي للمرمى أو العلوي نشرح الثلاث خطوات هذه مع بعض لأنها مرتبطة مع بعض أبطال مقارنة بالمشي نفس المهارة استقبال الكرة بشكل صحيح لكن قلنا هناك المشي يكون المشي من خلال ثلاث خطوات وشوفنا كيف الخطوات والثالثة تكون طويلة لكن الجري اتجاه المرمى يختلف تماما وأكيد ستزيد قوة الكرة متى نستخدم أكيدا ما شيء أكيد لما تكون كرة أو كرة يحسب خطأ لك ومررها لك سميرك أكيد أنك رح تستخدم ناشي لكن الجري يستخدم أحيانا في حالة ارتداد الكرة من المرمى إلى مرمى الفريق المنافس للوصول لمرمى الفريق المنافس بشكل أكبر فهذا الفرق بين المهارتين يا أبطال أربعة يمكن استخدام ارتداد الكرة من الأرض كطريقة للتسجيل معناتها يا أبطال الكرة ترتد من الأرض أكيد لما أجري راح تكون ترتد الكرة من الأرض مجرد ما أخذ الكرة من الأرض على طول لحظة استلام الكرة أكون في وضع الاستعداد للتصويب يا أبطال خمسة لا تصوب وأمامك مدافع مواجه وهذه في كل الحالتين يا أبطال لأنه إذا أمامي مدافع أكيد أنه راح يصدني هنا نغير طريقة التصويب لدرس سابق نرجع لأكيد حتى الراجع وهو التصويب من فوق حائط صد أو من جانب الحائط إذا كان أمامك مدافع إما تعود وتمرر لزميلك أو تختار زاوية مناسبة للتصويب أو تغير شكل التصويب يا أبطال لا يفضل التصويب من مكان بعيد فيفضل التصويب من مسافة من 6 إلى 9 متار تجاه المرمى القفص قبل قوس منطقة الجزاء أكيد داخل لعبة كرة اليد وبعد ذلك تكون قريب المرمى أثناء القفص للأمام ولأعلى وبعد ذلك التصويب في المكان الفارغ حتى تصل إلى الكرة بشكل صحيح سابعة يجب إطلاق الكرة قبل هبوط إحدى قدميك على الأرض يعني أنت تجري وتقفز الكرة تخرج من يديك أثناء القفص أثناء الجري والقفص عاليا تخرج الكرة بيدك اتجاه المرمى فلا تصوي بالكرة أثناء الهبوط نشوف نموذج كيف يجري بالكرة وبعد ذلك يقفز قبل قوس ويصويب وهو في الهواء يا أبطال نشوف كيف نشوف أيضا نموذج آخر للمهارة جري بالكرة القفص عاليا وأثناء القفص صوب الكرة وهو واثب يا أبطال السؤال الأول عدد لاعبي كرة اليد فراغ لكل فريق سبع لاعبين أم ثمان لاعبين يا أبطال نشوف الإجابة مع بعض أبطال سبع لاعبين يبلغ عدد لاعبي كرة اليد لكل فريق حارس مرمى زائدا ست لاعبين بمجموع سبع لاعبين لكل فريق السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهارة التصويبة هل السلمية من الجري أم الكرباجية نحن شايفين سلمية لأننا شايفين اللاعب يقفز من قوس وأكيد أنه يرمي من خلال الجري يا أبطال فأكيد الفيديو المرفق هو لمهارة التصويبة السلمية من الجري في كرة اليد في ختام الدرس أبطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتم وستمتعتوا معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله